كلا جلا للتهجير سياسة تجفيف الأنهار والتهجير القسري ضد العرب الذين يشكلون الغالبية العظمى في الأحواز فضحت نظام الملالي في طهران وأظهرت نهجه الطائفية العنصرية بشكل واضح الأمر الذي أججت تظاهرات التي عمت العديد من مدن الإقليم وكما هو شأن طهران في قمع كل صوت يطالب بحقه فقد واجهت قوات الأمن والحرس الثوري تلك التظاهرات باستخدام القوة المفرطة حيث أمر خامنأي بإطلاق النار على المتظاهرين في الأحواز بدلا من تلبية مطالبهم وتوفير المياه لهم بحسب المعارضة الإيرانية الوضع الاقتصادي السيء في إيران وارتفاع معدلات البطالة والقمع باسم الدين وإخضاع الشعب لولاية الفقيه واسع من دائرة التظاهرات لتضم محافظات إيرانية أخرى منها العاصمة طهران التي ردد المتظاهرون فيها هتافات الموت لخامنأي معلنين تضامنهم مع متظاهري الأحواز ضد سياسات نظام طهران الطائفية أذرع إيران في الخارج التي تنتهج ذات السلوك والطريقة في القمع والقتل والتغيير الديمغرافي أرسلت تعزيزات من ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات الحجد الموالية لنظام طهران في العراق لمساندة القوات الإيرانية في قمع انتفاضة الشعب الأحوازي مجلس عشائر العراق العربية في جنوبي العراق أعلن تأييده لانتفاضة الخامس عشر من تموز التي انطلقت في جميع مدن الأحواز في إيران رفضاً للقمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني ضد الشعب العربي في الأحواز وقال المجلس إنه يدين قيام النظام الإيراني بتجفيف مصادر المياه في الأحواز وتحويل مجاري الأنهار فيها إلى الهضبة الفارسية كما حمل المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسئولية الكاملة لصمتهم وعدم وضوح موقفهم من حملات الاعتقالات والاعدامات والقتل الجماعي التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق سكان الأحواز المحافظات الإيرانية التي تحتج بين فترة وأخرى على نظام الملالي الذي يغامر هنا وهناك تاركاً شعبه يعاني من الانهيار الاقتصادي والفقر ويتمدد على حساب دول الجوار في ظل انتفاضة شعبية تطالب بالاستقلال في الأحواز فقد تستثمر تلك المحافظات الوضع لصالحها في التعجيل من بداية النهاية لحكم ولاية الفقهة